خلال زيارته لمشروع إقليم إعراق الأمير السياحي اطلع وفد مطرانية الروم الأرثوذوكس على تفاصيل المشروع على أرض الواقع وبما ستقدمه أمانة عمان بالشراكة مع الجهات المعنية لتأهيل كهف السيد المسيح ومسار المعمودية نظرا لأهميته بتعزيز السياحة الدينية في المملكة المهندس محمد أبو زيتون مدير مشروع إقليم إعراق الأمير أكد للوفد الزائر أن أمانة عمان تسعى إلى الشراكة مع وزارة السياحة لتأهيل مجموعة المواقع الأثرية الدينية المسيحية ومنها كهف السيد المسيح وطريق المعمودية الذي سيربط بين الكهف والمختص تمهيدا لوضعه على خارطة التراث الديني العالمي ضمن استراتيجيات أمانة عمان في تطوير السياحة الدينية وجذب السمارات وتطوير شبغ الطرق كفة فعالة وآمنة في العاصمة عمان تم أطلاق إقليم عراق الأمير السياحي لما تتمتح فيه هذه المنطقة من ميزات جمالية وتراثية وأثرية تجعل هذه المنطقة مركز جذب سياحي عالمي ديني حيث تقوم أمانة عمان بالشراكة مع وزارة الأشغال ودائرة الأثار العامة في تأهيل مسار المعمودية الذي يربط بين كهف السيد المسيح الذي تم اكتشافه من قبل خبراء ومنهم الخبير الدكتور محمد وهيب مع منطقة المغطس هذا الإقليم سيكون جزء من هذا الإقليم هو تطوير شبكة طرق كاملة للمنطقة بالإضافة إلى زيادة طرق الخضراء بالإضافة أنه سيتم تأهيل بعض المواقع التراثية وكنيسة كهف السيد المسيح في عراق الأمير يوجد كهف وعندما أجرينا الدراسات عليه وجدنا أن في داخله كنيسة وفي خارجه كنيسة وكان السؤال الذي يطرح لماذا تقام هنا كنيستان في هذا المكان بحد ذاته وبعينه دون سائر الكهوف في الأردن إنها مكرمة من الله سبحانه وتعالى لهذا المكان عندما جاءه السيد المسيح وعندما جاء معه أتباعه من المؤمنين رجال صدق الله فجاءوا يبشرون ويدعون بهذه الديانة الجديدة على هذه الأرض المباركة وهنا بدأت الديانة المسيحية بالتعليم نعم هذا الكهف يمثل مرحلتان المرحلة السرية في الدعوة المسيحية ثم المرحلة الجهارية المرحلة السرية كانت في داخل هذا الكهف ولذلك أقاموا هذه الكنيسة في الداخل للتعبد بعيدا عن أعين الناس بعيدا عن أعين الرومان بعيدا عن أعين الظالمين ثم أقيمت بعدما أعترف بالديانة المسيحية بعدما عقد مجمع نيقيا أعترف بالديانة المسيحية وجاءت القديسة هيلانا إلى الجانب الشرقي من نهر الأردن وأمرت بإنشاء الكنائس فقام الرهبان ورجال الدين ببناء الكنائس في منطقة عماد السيد المسيح وفي المناطق المجاورة ومن جهته أثنى المطران في نيديكتوس مطران الروم الأرثوذوكس بعمان على حسن استقبال أهالي منطقة عراق الأمير للوفد الزائر والذي يجسد أواصر الوحدة الوطنية والعيش المشترك حيث أكد الوفد المرافق لسيادته على أهمية التعاون والتنسيق مع جميع الكنائس المسيحية لترويج وإعلان موقع عراق الأمير كبقية مواقع الحج في المملكة ليكون محطة أخرى للحج الديني فضلاً عن كونه يشكل إرثاً حضارياً وتاريخياً في المنطقة نعلن للجميع أننا شعب واحد وأمة واحدة يربطنا جميعاً الله الواحد والوطن الواحد والملك الواحد الذي يقوينا حتى نكون شعلة نور لسنا شعلة حرائق لسنا شعلة تضارب لسنا شعلة كره ولا ضغينا بل شعلة نور تعطي الطريق للجميع كما قال المسيح نأعنا هو الطريق والحق والحياة وبالتالي نحن نسير في الطريق الواحد والحق الواحد والحياة الواحدة وبالتالي نعلن للجميع أن الأردن بلد المهاجرين والأنصار الأردن هو بلد العلم والعلماء بلد الفكر بلد الحوار بلد قبول الواحد للآخر بلد احترام واحد للآخر هذا الموقع عبارة عن أثر تاريخي مسيحي له من العمر 1500 سنة وقد شاهدنا مع سياد المتروبوليت الأثار الكنيسية الموجودة حيث كان هناك موقع الكنيسة ظاهرا للعيان وهناك أيضا كهف لغاية الآن يقول أنه كهف السيد المسيح قد مر هناك مع أنه منطقة شجرية خضراء فيها مياه وقد أشار خبير الآثار الذي يقوم على تنقيب عن هذا الموقع بأن هناك صوامع كثيرة وكنيس مختلفة موجودة في تلك المنطقة كما أشاد نواب ووجهاء ومواطنو عراج الأمير بأهمية إقامة هذا المشروع الذي سينعكس إيجابا على منطقتهم ويحسن من واقعها وجمالياتها ويزيد من الاهتمام بها من خلال توفير الخدمات اللازمة للمنطقة ومن شأل ذلك أن يضعها على الخارطة السياحية لتكون منطقة دينية وسياحية جاذبة فضلا عن توفير فرص عمل لأبنائهم نحن كأبناء منطقة رحين نستفيد كثير من هذا المشروع رحين يستفيدوا الأهالي أول إشي أن هذا المشروع بالنسبة لموضوع تنظيم الأراضي بينهم وإكزام الأراضي بينهم تعرف هذه الأمور عالقة جدا وبتقلق مشاكل مشاكل كثيرة 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 في المنطقة قوني ابن المنطقة وبعرف هذه المشاكل لما المشروع يمشي معناته تلقائيا تنظم الأراضي وصير التفاق بين الإخوان هذه النقطة النقطة الثانية بالنسبة للمشروع والمنطقة التي فيها هذا المشروع طبعا فيها الأماكن الدينية الكثيرة وفيها الأماكن الأثرية الكثيرة وهذا الحكي طبعا نحن بالتعاون مع وزارة السياحة قمنا في بعض الشغلات لكن غير كافية بس إن شاء الله هذا المشروع رح ينفذها اللي هو موضوع ترميم وسياج لقصر العبد انطباعنا نحن نرحب بهذا المشروع مشروع ديني ومشروع سياحي ومشروع استثماري وندعو المستثمرين أنهم يأتوا إلى منطقة الوادي الأخضر ويبنوا بنادق ويبنوا مقرات كذلك ندعو البابا بزيارة منطقتنا وإلى هذا الكهف وبناء معلم للكنيسة وإطلاق الإسم الديني عليه للحج من أخواننا المسيحيين نحن كعشائر عباد كعشائر عباد نحن نتعايشين نحن والمسيحية من قديم الزمان فكلنا أشقاء نحضر مناسباتهم نحضر مناسباتنا متعايشين نرفض الإرهاب نرفض الأنصرية منطقة أمان ومش أول مرة نحن معظم أهالي أوروبا زاروا منطقة عراق الأمير والأردن ومنطقة عراق الأمير والوادي الأخضر فكنا لنا صداقات معاتهم قديمة جدا ترجمة نانسي قنقر